من بيروت ينضم إلينا العميد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي أهلا وسهلا بك عميد ناجي إلى أي مرحلة ينقل هذا التهديد بضرب قبرص وما خلفه ولحقه من ردود أفعال غربية وأوروبية إلى أي مرحلة ينقل مستوى التوتر واحتمالات توسع الحرب أولا قبرص الرسمية كحكومة قبرص صحيح على لسان أمين عام حزب الله حكومة قبرص باعتبارها كل أراضي قبرص بيد قبرص غير صحيح اليوم القاعدتين البريطانيتين في قبرص هما أراضي ملك للتاج البريطاني عندما أعطيت قبرص استقلالها عام 1959 جرى الاحتفاظ بأربعة بالمئة من أراضي قبرص لصالح التاج الملكي البريطاني وهي كانت مستعمرة للبريطانيين لذلك السيادة على هتين القاعدتين هي للتاج البريطاني وليس لقبرص وصحيح أن رئيس قبرص قام ب كان رده واضح جدا بأن لن نسمح بأن تكون قبرص مركزا لأي دولة ضد أي دولة أخرى هذا الكلام ينعكس على قبرص وعلى سيادة قبرص وليس على هتين القاعدتين خارج السيادة ولكن البريطانيين يبدو أن الصحيفة محترمة كالتيلغراف أن تنشر أمورا حول مطار بيروت وما يختزن من أسلحة ومن صواريخ وتنسب إلى جهات مجهولة ومن دون أن تحدد هذه المصادر وحتى أن تغير حتى ما نشرته أثناء النشر وبعد النشر غيرت عن الإياطة مثلا عندما جرى الاتصال لبناني بالإياطة هل أحد منكم على مستوى معين اتصل بالجريدة أو اتصلت بكم الجريدة وعطيتم رأيه جرى النفي من كل مديرية الآياطة بهذا الموضوع فغيرت حتى بما نشرته وسحبت ما قالته الآياطة يعني اليوم هذا الكلام يبدو ليس كلاما صحفيا هو كلام مخابراتي موجه على لبنان تحديدا بأن لبنان مطاره ليس مطارا مدنيا ومبرر قصفه لأنه مطار يحوي قضايا عسكرية في الواقع حزب الله لديه محور طويل يبدأ من طهران وصولا إلى بغداد عبر دير الزور إلى سوريا إلى لبنان وحزب الله يمتلك مسالك غير المسالك الشرعية عبر المصنع اللبناني أو عبر الحدود الشرعية التي يتواجد عليها الجيش أو الأمن العام ويستقدم كل أسلحته بهذه الطريقة ليس بحاجة لأن يستقدم أسلحة عبر مطار بيروت الدولي هذا لناحية قبرص بالنسبة لقدرات حزب الله حقيقة عام 2006 فاجأ الحزب إسرائيل عبر ضرب الطراد البحري هنيت بواسطة صاروخ مضاد للسفن ما خلف عددا من القتلى وقتها في صفوف الطاقم وتفاجأ العالم وإسرائيل بهذه الضربة فماذا إن حدثت المواجهة ونفذ الحزب تهديده ما الذي يمكن أن يخبئه بين قدراته العسكرية واقعيا نعم عمليا لديها صاروخ سيني غير الياخونت وطورت إيران هذا الصاروخ الروسي لأصل الياخونت بحيث يصل مداهل إلى 300 كيلومتر وبالتالي يستطيع وهو ذات قدرة تدميرية كبيرة ونحن لا ننسى أن إسرائيل استقدمت واشترت من الولايات المتحدة سفينتين انزال حصلت على الأولى في العام الماضي واليوم حصلت على الثانية الأسبوع الماضي وهي في طريقها شططت في سواحل المغرب بطريقها إلى سواحل إسرائيل بالتالي هاتين سفينتين انزال ممكن أن يستخدموا بانزال عسكر إسرائيلي على السواحل اللبنانية وهذا ما لفت نظر حزب الله واستنفر معظم الشواطئ الجنوبية وجهز كل ما يلزم للتعامل مع البحر وبالتالي عندما يقول أمين عام حزب الله أننا لا قيود لا جوا ولا برا ولا بحرا على مستقبل إذا ما إسرائيل حاولت أن تطيل أن تدخل في حرب ضد لبنان قال عن البحر تحديدا ليس صدفة لأن ممكن أن تكون إسرائيل تخطط لاجتناف بدل الوصول البري والصعب والتمركز من قبل حزب الله وعناصره في برا ممكن أن تدخل البحر بانزال معين بأماكن معينة لإرباك الساحة من خلف تمركزات حزب الله وهذا ما استعد له حزب الله شكرا لك من بيروت العميد نجم لاعب الخبير العسكري والاستراتيجي شكرا لك